علي عبد الرزاق عيسى السيرفي مواليد المنامة ثلاثة وخمسين أنا حياتي أساسا في فريق المخارقة طبعا قريب بين مسجد مومن وبين الغربية هنا بيتنا أملاك السيرفي الله يرحمه جدنا في صف بيت عمي سلمان يوم زمان طبعا الفرقان كله مفتوحة لذلك الفرقان مفتوحة والبيوت مفتوحة معناته رياضة معناته تتغدى معناته تطلع تمشي تلعب ما في قاعدة البيوت مفتوحة صبيان الفرقان كلهم لعبة ألعاب لمال الصيف تختلف على مالشته طاح مطر نخترع ألعاب نقعد في البيت نلعب ألعاب في البيوت فألعاب الصيدة الألعاب الصرقيع اللي اختفت كلش كلش يعني ماشي من بيتنا نصبيان نتمشي صوب السينمات نستانس الدنيا غير كانت مو مثل الحين حر برد مطر هالكلام كله طبعا ما يمشي الرياضة كأنما أذكر بيتنا الأول الخديم كان بين سنطوانة و سنطوانة طبعا تشندلة أو دنشلة هادي نوع السابورت لكن يمكن يشهروا عليها ثياب يمكن كذا فأنا يوم صغير ما وصلت لي طبعا ما أقدر هادي يبقى لطنطون و أنا بعدي ست سبع سنين توافها من الدنيا أجيب لي شي كرسي واحد يعلقني بس أتمرجح لا اتطورت المرجحانة إلى عقلة صارت لي بالطريقة الحديثة أن رجالي تحت و رأسي فوق و أنا مستانس أمي يا الله يرحمها يا علي الراسك بطيح أبدا والحمد لله ما أطح و تالي من كفر ما أسوي أنا يقلي رجالي فوق و رأسي تحت و تقلقل أوه ملوا مني ولا يقول لي لا تسوي بعد عموما يعني أنتذكر طرفة الحين سريعا لا أنساها إن المدنسة الغربية الجعفرية سابقا و بكر حاليا هادي بين بيتنا وبين الجعفرية وبين الغربية يعني أمتار تقدر يتقول أربعين متر مو خمسين بالأقل والجدار كان نازل أيام زمان أنا أنط لذلك في الفصحة البيضات اللي تطلنا إياهم أبوي الله يرحمها ما أخرجهم في المدرسة أخشهم حق وين حق يوم الجمعة حق يوم الخميسة جمعهم يناس ولي ربيتين هم ربيا ونص أنا نص ربيا زيتهم عندهم يا الله يرحمها مجلات سوبرمان بربية ميكي بربية نزين آخر شهر في العربي بربيتين العربي بربيتين أوقف سيد عند مكتبة يتكر بالخير حج أحمد الماحوزي عشان ناخد العربي العربي كل شهر العربي هاد طبعا العربي ختمته تتكلع عن صف الثالث والرابع إن ليش ما أخرج البيضات إن في الفصحة أنا صغير صف الأول والثاني نجدار شدي أشقع يعني زي سلام عليكم وهذا بيتنا أروح إلى البيت المقسم في الأضحى وأمي لا تقل الجرس عناك لا بتقدر الفصحة ونعات توقيتي ورجعتن وفي المدرسة أنط وأبدن المهم يعني أكلتني شوية وساعة قليل ناخر من المدرسة والمدرسة ويش أيام زمان كوبة كل يشرب منها وصبوا لك شاي وصبوا لدك وصبوا لك شاي زين ورولة هذا كلام بانتين أنا قبل أن أروح إلى مدرسة طبعا دخلت المدرسة أفك الخط رحت لمعلم ثلاث سنوات في المعلم أو أكثر فما رح صف الأول إلا سلام عليكم والسلام مول يعني هذا بسيط عندي اللي يعطوني في صف الأول في المدرسة لذلك أنا كنت مو مولع بالقراءة كنت هيمان كنت حاشق مستحيل إلى المأحد العالم معلمين يو الله مستحيل أنا وبدون ما يطيح الكتاب اللي قدامي على وجه أي قصة أي ثقافة العربي المصور الصياد ما الأيام زمان الجرائد اللبنانية آخر ساعة حتى اللي قضى الكويتية اللي قضى الكويتية طبعا في العدادة أول ما كان موجودة لكن قصص أرسين لوبين والله أقراهم مرة ومرة ونوخش وعقوب سنة أقراهم كأنني بقراهم من جديد وغير وغير أحمد شارل هولمز جميع الصور طول ستور أمير البحر هانشباك أوف نوتردام كل القصص مع الفرنسيين مع ذاك الوقت فأطلع من البيت يومية العصر فعاليات في الغربية موحي المدارس لا والله شنو كل يوم مهرجان مع أن الإجازة بس يوم الجمعة بس يوم الجمعة لكن كل يوم الكشافة موادي والله الحماس أستاذ هاشمي أمين سر الاتحاد السلة السابق وأستاذ أستاذ ياسين علي ياسين أستاذ مدرس الرياضة أستاذ محمد الباكر وأستاذ الأولية لذلك كل يوم جمعية تحسين الخطوط موجودة جمعية فن الخطابة مع أن هذه الغربية كانت الغربية ستة وستين سبعة وستين صارت أعدادية كانت بس ابتدائية وجابوا فيها أول ثاني أعداد ما فيها ثالث لذلك أنا ختم الأول إلى الأعداد كله في الغربية خطوتين وأنا في المدرسة طبعا تالي الثانوي ثلاث سنوات المنامة والمأحد العائل المعلمين سنتين من أحلى سنوات الدراسة كنت الدراسة أنا عكس يعني مو بس سنة أنا اللي شجعني منه خالي أحمد خمس سنوات إياي في كرسي من صف الأول للخامس شجعني جعفر للقصابة العمي من أول إعداد إلى التوجيه وإياي في كرسي لذلك سلم السنوات الثاني ثانوي ما أنسي كم مرب الفصل أصمت طبعا درس الرياضيات من أسوام جمهنية مصر الثلاثة طلعنا الخامس شف قال مو معقول بتغشوا قلنا نغش يعني بنغش مادة مادتين شف واحد بتفوق في مادة لكن في الإنجليزي أقل واحد في العربي فوق لكن في الرياضيات وإنا أول ثانوين يعني كنترول كامل ما في الرياضيات وعربي كامل كامل كأن أول ستة شهور لما تروح كأن أول أربعة شهور لما تروح المعهد عائل المعلمين تدرس كل شيء وبعدين تتخصص تروح رياضة إذا أنت أدبي العلمي لا ما في ما في لتخصص واحد ما في عندهم مثلنا بس الأدبي لا أول ما نروح المعهد ندرس كل المواهد مثل أول ثانوي بعد ستة شهور يا عربي أو وطن عربي اللي هو جغرافي وتاريخ أو إنجليزي أو تربية فنية أو رياضة غير هالخمسة التخصصات ما في وأنا أذكر إن شاء الله عقبو شوي شلون قصتي في المعهد مع الرياضة بعدين الحين نرجع إلى سنوات الدراسة وسنوات نرجع إلى الغربية يومية الكشافة ويومية مهرجانات ويومية هنا موسيقى ومنها جمعية ومنها تحسين الخطوط وجون العصر والمدرسين يجون وانا من مكان لمكان لكن المعهد مع الغربية إذا ما علي مباريات مع الوزارة فسبيان مع الفريق عدنا أربع فرق في جنب بعض الصائقة جنب اللواء الصائقة عندها الحين ماتم حسن محمود واللواء قدام خطوتين عندها الحين حبيب الحلواشي والد الله الحمحة الجعفر اللي يسوي البقلاوة أنا بيجيب أسماء للنم الرمز هاي في المنامة أما فريق الشعاع عند مسجد أبو الريش اللي قريب من القلعة والثاني اللي هو فريق النجاح وهذا لين الصائقة واللواء تلاقي الأخوان الثاني يلعبون جميع كذلك هناك الأخوان العجم يلعبون فيهم الشعاع والنجاح وهذا اللي بين الشعاع والنجاح مثل اللي بين الصائقة واللواء سمعتون عن توم عن جيري بالضبط مول يتهوشون والصالحون في نفس اليوم يعني الصائقة واللواء نجيب ستير تب شوية على الماشي يعني كانوا الأخوان يعني مثال مثال حي طبعا عنده صور فؤاد الدكتور فؤاد صالح الشهابي أو الدرازي بالأحرى الأخوان ساعة الدراز وساعة الشهابي هو أخو نظير فؤاد يا أنا في الصائقة نظير فوين في اللواء إنزين الحين نلعب اللواء والصائقة وين صير المعركة ما بعد المباراة في الليل فوين في البيت الله يرحمهمهم الله يرحمهم أم أحمد ويلحم الجميع لما نروح طبعا ولا بيوت مفتوحة تكلم ليها 65 64 65 60 ما في بيت مغلق ما في المنامة كل بيوت مفتوحة بيتنا مثل الطريق أرض البيت نفس الطريق ادياج موجود في البيت يعني ويش يعني تراب أرض أرض تندر يوم اللي لعبون من عصر والله إذا تعادلوا الفريقين تعالوا الليل بك السلام عليكم حلاوة نقول إن شاء الله ما حد يغرب عشان بس إن الحلاوة كانت غالية مو الحين كل وقت يعني الولد بس يسوي يعني البيبس لبعض إذا يشرب في شهر مره زين أنا الحمد لله أبوي في باب كولا يعطينا أكثر يعني إذا في السبع مرتين ثلاثة إحنا بخير ومو يعني أحسن من غير نا لا في غير نا طبعا أكثر بس البيبس إليها والكاكو أيام زمان طبعا ما في مينو ما في أشباس في كاكو في رياضة في رياضة يعني شي غير رياضة أنا ما كنت أحب الرياضة كنت أريد أقول كلامي مولع هيمان عاشق لذلك شفت مدرسين في الابتدائي مدرس الرياضة الله يحفظ إن شاء الله يعطي الصحة والعافية استعدنا نيوب كل يضحك هناك في الصناعة أبو الكمنق استعال الكمنق الله يحفظ موجود كل يضحك حسن السيد لعب النسور قدم كل يضحك استاذ الباكر في الإعدادي يضحك كل مدرسين حتى الف الثانوي وأنا من صف الخامس أقسمت إذا بصير مدرس غير الرياضة ما بصير مشينا جينا الابتدائي ولعبنا الكرة وفريق الصاعقة وعند صور ولعبت قدم ولعبنا في الاتحاد يعني الحماع عندي لازال عندي الباج جميل جشي قدم علي الصيرفي لعب كرة قدم علي الصيرفي لجنة كرة اليد ما لعبت اتحاد اليد لجنة سنتين اللي صارت سوها السيف جبر المسلم وأنا حد المؤسسين بالاضافة لعبد الرحمن سيار محمد جعفر عبد النبي سلمان الكليتي عبد الخالق الصباح عبد الجب اسماء سام السعودي محمد علي حسين بالاضافة الى المدرسين اللي تركوا ما اللي محرق بدلامة كان ييانا جميل عبد الباقي البيات كان ييانا في الطاولة في كرة اليد مع انه موح المدرس ويانا عبد الرسول حسن مكي زين الدين هذا هذا خريج الهند هذا ما لا علاقة بس الجمعة وكذا كذا الكل يحكم والكل على الطاولة يعني لما صارت اللجنة اليد سنتين كنت لعب وكنت حكم سيف جبر المسلم قالت صير لجنة واجتمع ايانا في مقر رياض والكشاف اللي عند مركز شرطة ضيبية بالضبط هنا خلفه الحين بناية العصفور اللي سوون فيها مادة العاب مادة شنو يعني شوف كلها ملونة مادة شنو العاب مع الطفال وفيها هنا مقر الرياضة والكشاف مقر الرياضة والكشاف هنا اجتمع ابن سيف جبر المسلم 72 انا اتخرج سنو اكتوبر 72 في في يناير او قبل قبل ديسمبر قال نسوي لجنة من اللجنة اللي قلتهم مدرسين مالرياضة ويسمحون لي البعض محمد حسن جاسم مالفريق الحدادة ويانا والبعض ترك والبعض لا ضل يعني عبد الخارق بدأ بس ترك لح طائرة بس استاذ سلمان لكلين ضل فترة طويلة محمد علي حسين سنة وسنة ثانية راح الامارات استاذ جعفر عبد النبي ضل فترة طويلة لانا اخذ الشهرة الدولية عبد اللي جي لأسد تخرج عقبي بسنتين جي جي اللي ليد ولعب في اللجنة اربعة ثلاثة وسبعين اربعة وسبعين اللعب اه وغيره 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 ما بتذكر الحين اسماء كاملة بس عندي في الارشيف منهم اللي كانوا الحكام داك الوقت ومنهم كانوا اللاعبين وشنو كان فريق الرفاع الغربي ينافس على البطولة مع الاهلي مع النسور مع الاهلي مو النسور الاهلي قبل اندماجه مع الاهلي الاهلي اللي بقابل السينما اوال اهلي يا الكانون اللي بعدين اندماجه الاهلي وكان هذا النادي الاهلي ثقافي اكثر من الرياضي مثل مثل النادي العروبة بس فيه لعبة الريشة الطائرة نلعب لما نلعب ريشة طائرة موت عليها بس لما نجي البيت نشوف انه في نكيل زع من من كثر الياقل احنا رحمان الباكر مو احد موجهين لما نروح تنس الطاولة في يوم واحد نخلص الابتداي والاعدادي والثانوي فوين فصالت القسم التجاري وين المكتب العام تابع المدرسة المنابة الثانوية هني القسم التجاري سمونا بس عندهم قاعة كبيرة هالقاعة كل لمسرحيات بالعرب وبالانجليزي ومسرحيات شكسبير ومسرحيات الحلاق بغداء ومسرح مو بس المارسها الرياضة معناتها ما تقعد في البيت معناتها تحصو بالسينمات معناتها تنطلق للفريق الترساني يتمرنون لا والله العاصفة يتمرن قبل اصر رمان والنسور يتمرنون اليوم العربي يتمرنون اليرموك اللي هم الناشئين اليرموك لا يتحدون معنا الولعة وهلما جرى انت اليوم يعني ما نقعد في المنامة معنا المسافة ملي صغيرة بين بيتنا قريب خلنا نقول معلم الكنيسة قبل الكنيسة احنا بحط حوالي بثلاث اربعة خمسمائة متر لا والله اكثر شوي الى هناك يعني موسهل بس يومية كفاية المشي من بيتنا الى هناك رياضة زين التمارين نحضرها مباريات الفرق اللي الجيل تلعب هناك سوى المريخ مال المحرق او النسيم او شط العرب او الجزيرة او نهضة الحد او فريق المحرق نفسه او نهضة البحرين او او الحالة كل الفرق هادي يجي لما يجوا يلعبون وينسور قبل لا يتصيرون الاهلي او مع الترسانة الترسانة مع الترسانة ذاك الوقت والمشهورين اللاعبين في حمزة محمد حمزة الكاتب الصحفي والممثل محمد حمزة معروف احد اللاعبين وياهم واحد ما نسمي باسمه نسمي باسم ثاني يعني نخلي لقب عليه مراد هو مو اسمه مراد بس ما نعرف على المراد وهلم ما يجرى ولاعبين ما العربي سواء ولاد لوري او غيرهم غيرهم ولاد مهنة وغيرهم مو شرطة تذكرهم بس نعرفهم نكرر ما نشوفهم وهناك العاصفة ملعب الثانوية الخارجي زين خطوتين صمو القصر عقبش قصر الحنديوان صمو رئيس الوزراء هني ملعب ملعب التاج ملعب العلم الخليفي العلم الخليفي كان ولي الاهد داك الوقت الحين الملك يحفظ الله هناك يلعبون شوفهم وروح نلعب هناك وذا تروح الكرة في القصر والله الناطور العماني هو رفلتها علينا يا ولادي الكرة مو تقولي شي قوي رفلتها في السيف ان بين القصر وبين السيف ما ميش ما ميش شارع هني رأسا بحر والله يقطع علينا واحنا مستنسي مننا العماني الا في القصر الشيخ عيسى ما نسميه القصر الشيخ عيسى هو قصر القضيبية احنا وش درعنا ابو يقول هادي قصر الحاكم حتى ما يقول قصر منه الله يرحم الأولين والتاليين زين وهني ملعب الهوكي ما الهنود ملعب الهوكي لكن الارض هني صوب الهوكي وصوب ملعب العربي وصوب الملعب هادي كلها زلقة كلها ماء في عز الصيف اقل الشي تزلق واحنا نلعب ولا نهتم لا التاج قدام هناك يعني التاج شماء جنوب القصر شماء القصر بالضبط المعهد العلم الخليفي يسمونا اللي هو خاص بالشيخ حمد ولوية هني كانوا ساكنين الشوخ يعني حمود حمود عبدالله الخليفة اللي كان في المؤسسة العامة هني بيتهم قريب لذلك لما كان قادسية أنا اسمحوا لي يا شوية دخل يسار يمين لما كان قادسية السلمانية يأخذوا بطولة يجون بالسيارات للفوع على بيس الشيخ حمود هني عند المدرسة القضيبية الإعدادية المهم القصر شماله العلم الخليفي جنوبه لا التاج طبعا ذاك الصوب البحر الشرق لا ملاعب العربي الهوكي الملعب الملعب المهم سوما حط قولين وصار ملعب البلدية تشيله تخليه كافة وأول بلدية ولا تهتم هالشي والعالم كل ما تروس بالإضافة هناك قبلها وعند عند حديقة الأندرس النسور وقبل مقابل مدخل الثانوية مع الأولاد اللي حمدرسة العدوية أعتقد ملخان الداكرة هني الملعب الثانوية الخارجي ليش سموه الثانوية الخارجي ما أدري مع لنا الثانوية احنا ما نتمرن عليه ونلعب عليه كل داخل الثانوية أيام زمان المدارس كان رابطة ما في اتحادات يعني في بداية السبعينات أنا توظف تكتوبر ثلاثة وسبعين سنتين مع أحد العائل المعلمين برجع شلون صارت الرياضة عقبو شوي شلون صرت في الرياضة لما حقكم عند صورة مع الكالندر ثلاثة ثلاثة وسبعين عند صورة مع الكالندر لازم بعرضها إذا صار مجال بابكو دي كسترة طلعت بس مع الرياضة طائرة قدم مع دورة الخليج اللي قابلنا لغة خليج سبعين صور خلت صورة لي أنا حكم مساعد حكم ثاني كرة طائرة ندير مباراة النهاية بين الحروب بين المدارس المانمى الثانوية والحكم منه الحكم اللي أنا وفريض الله يرحمه هو اللي سحبنا للقدم إستاذ إبراهيم الدوي الله يحفظه موجود إستاذ إبراهيم الدوي أفضل علي وأنا إستاذ فريض الله يرحمه ما نفسها يعني برجع شوي لعقيم إستاذ إبراهيم الدوي بس بيجب على المباراة المباراة النهاية والله الجماهير مال الأهلي مال استغفر الله المدرسة المنامة الثانوية مقابلة جماهير الحورة وقبل النهاي مال الحورة والصناعة طلعوهم مدرسة المنامة الثانوية والتقوا في النهائي انا عنده صورة مع الباب كو كالندر لابس ليه تراكسوت مع الوزارة اللي يعطونا اياه اديداز اسفر هني اسود يعطونا تراكسوتين افنين بس الابيض والاحمر اللي علينا شعار البحرين تقريبا والاسود كلها سود السروال وهني لابس هني خطوط الاديداز سوده واسفر كنا نحتفظ بهم ولا كأنها ثروة لانه ما يتحصل وداك الوقت هذا التراكسوت اكثر من نص المرتب هاي بعض التراكسوتات بدت لفيها نوع من الصوف اربعين دينار مرتبات نحن مخريجين المأحد العالي المعلمين اثنين وسبعين ناخد ستة وسبعين دينار يعني التراكسوت اكثر من نص المرتب لذلك نحافظ عليهم من وين خليفة الرمحة خليفة غانم اللي في كان اول في السوق وبعدين تكنسل الشارع كله اللي هو صور بصوروا بناتكم كافح الفساد بالزواج استوديو خلفان ومحلات روما اول هني بعدين راح ولا يزال في مقر قامته في ام الحصم نرجع للرياضة في اللي الثنوي عندي صور لعبين المدارس طبعا ما مثلت المدارس انا مدرستنا لا في يد ولا في قدم ولا فيشي بس صفنا لما يلعب لأ عنده صورة انا وجعفر القصاب ويان محمد المناعي ويان علي عبداللطيف دلهان علي عبداللطيف دلهان مبلئ ويان جميل جميل عبد الباقي الربع اللي اياي بعضهم راح اياي قالوا معهد والبعض الاخر راحوا لكويت والبعض في الجعفر القصاب بغداد خالي احمد ويان وإسعيد ولد خالي علي راحوا لكويت انا قلت ابغل رياضة يعني معنات المعهد العالي معلمين بعد المعهد العالي معلمين ايام زمان المعهد العالي مبلس ن كل الدفعات اللي لقبونا ولي pequeña لما تتخرج المعهد العالي المعلمين هنذا يعني اتحكم كل الالعاب لان عندك شهادات معتمدة من المعهد بدون دورات اتحكم في الوزارة تقرف ما تقرف تتعلم لذلك في الوزارة حكمت قدم واجد سيف جبرلم سلم الله يرحمه في ملعب لحنانية قدم مدرسة الرفاء ومدرسة ثانية والله في هالبرد يتلثم ويطلع من المرسديس الزرقة معشور عنه كان عزو اتحاد القدم سيف جبرلم سلم ما انسى ان سنة السبعين لما كان عظمج ازداره وكانوا بيسوون دورة الخليج رفض وقال استقل اذا تخلون دعاية روثمان قالوا بحصل المبالغ خيالية قال خيالية على مضرة الرياضيين مستحيل ووقف وقف وقف عدلة وكان رئيس الاتحاد داك الوقت الله يرحمه وزير الداخلية الاولي موجود الله يحفظه بس الله يحفظه والله يرحمه يعني حيميته يرحمنا حنواء عزين اه وقفوا اياه محمد من خليفة اهل خليفة ابو الشيخ فواز وابو يبقى عليه بس مشهور عندنا في الرياضة حلما نعرف من نعرف ما الرياضة المهم ما نسيجراء هذا قال ما مش تدخين وسيجاير ورياضة وقف وقف عدلة ما ننسى موقف مع له كان مديرنا في الرياضة عموما تخرجنا لازم نحكم الاواكل a سيد جاسيم ياسين are BROWN درستي في الثانوية سيد جاسيم ياسين مشهور اه حكم دولي حكم السلة ما صعر دولي بس كان تتخرج اتحاد السلة سيد جاسيم ياسين اه درسني ودرس بس في المعهد لا في المعهد في الثانوي سيد جاسيم ياسين اخدميتي في السلة السلة كنت اروح كنت لها ما اقدر كنت احكم قدم ويد صفارة القدم واليد قريبة السلة غير فظليت على السلة بس طاولة اجز مني الله يرحم الباكر وابو شنب وحتى الاستاد اه بمجيد الرقراء نزل الملعاب هكو تحكم في الوزارة الوزارة غير الاتحاد غير انا ما اقدر اجي مع القدم وطائرة وسلة ويد الطائرة حكم النهائي مع الوزارات مع الدوي عندي مال كالندر بابكو مشهور كواحد شديد كل شيء زين انا ادرس عمر 19 سنة لان المحد العائل معلمين بس سنتين والاعدادي سنتين لابتدائي 6 الثنوي ثلاث تدخل المدرسة 6 سنين تخرج 19 سنة الدرس ابتدائي وعدادي ما في مو مثل الحين الجامعة ومدري ايش فركزت على القدم والسلة واول تحكيم لي مو اليد ما كان في لعبة يد بس الوزارة حكم اليد مو بكيفي غصمة عليك اكتوبر تدرس في نفس الشهر تروح تحكم ما في ما في كورس ولا في ابدا انا كورس مار رياضة سيف جو برلمسلم رشحني وصارت وسافرت للكويت بس عقب مارا رشحني 73 الدفعة الثانية الدفعة الاولى اللي راحوا للكويت محمد علي حسين ومحمد جعفر عبد النبي سام السعودي وعبد الحمد سيار احنا عقبهم انا احمد المالود وستاذ ابراهيم الحمر بالاضافة لعباس الالي شهر كامل في الكويت عشان بس قانون اليد احنا سبوع المستجدين احنا شهر كامل مركز عداد القادة بالسالمية والنوم هناك شهر كامل وكتب يعطوننا والمحاضرين ويومية الملاعب ولكويت دا كل الوقت ما عندها ملعب صالة ملعب الصديق مدرسة مفتوحة تشندك في البحرين مع عدل عائل المعلمين ما في صالة في الكويت وتعلمنا من الكويت ما قصرت الكويت وصيف جفر المسلم الله يرحمه اليدين عندي في رقبتي سيج بعثني هناك بس خلاني لذلك كنت حكم يد اليد تحكيمها على ما يقول اخوان المصريين ملالين يعني الطاولة ثلاثة دينار الأرض درجة أولى خمسة دينار يعني ويش يعني في الموسم أنا الله يذكرون بالخير لو ياي أنا وعباس العالي أكثر ناس نحصل تسعين دينار أكثر ناس إنها كلها في الملاعب في الملاعب عباس عايي قبل لا يترك قبل لا يصير حادثة دمشق البحارس المغرب نطحها برأسه وخلها يترك التحكيم مع أن حارس المغرب لقينا هاي الكلام اثنين وسبعين هذا الكلام ستة وسبعين لما نطحها حارس المغرب في الكويت في البطوة العربية لقينا في المغرب وجوي اللاعبين وقالت أسف للأستاذ اللي نطحت عباس العالي وما در إيش عباس العالي منه قال ما رجع على اليد أبدا ولاو عباس مو بس ما رجع على اليد عباس ذكي عقل عقل صحفي رأس الراحل مؤسس العمل الشباب الرياضة يعني التقطوه وكان يعاشير في شباب الرياضة أبو شدة كان يكتب ما كان يكتب لا أبو علي ولا أبو أحمد ولا أبو سلمان أبدا أبدا ما كتب أبو علي أبدا كان عنده بنت شدة أبو شدة موجودة الأعداد تتكلم عن 72 73 74 اللي كان يصرها عبد الرحمن عاشير بالإضافة لعباس العالي وسلمان الحاكي وغيرهم نور الدين من السودان ويعم يكتب أعتقد نصر الدين من السودان صحفي اختصارا نترك هذا لين حكمت بداية قدم جاءنا محاضر دولي علي قنديل وحاضر في القدم في نادي العروبة المدرس بياضة من هون يالك في الطائرة الدوي قال تعال وسحبت يالك فريد فريد علمي بس فريد يالك في القدم وعدنا صور مع في الاستقرام ماليا وفريد وحكام قدم مع آآ الأستاذ الشيخ ومع آآ هود دوي نفسه ومع محمد عي رفيع محمد رفيع ومع الله يرحم محمد زمير زي موجود الصور الموثقة عندي بالإضافة إلى آآ أمين سر الطائرة عبد محمد حمادة محمد حمادة ويالن حكم قدم وطائرة ح الطائرة وبالإضافة إلى دريس وبالإضافة إلى آآ العلوي عبد الغفار عبد الغفار العلوي حكم يا نهايات حكم يا نهايات بالإضافة إلى محمد رفيع اللي عنده مجهرات كان ما شاء الله جسمه لكن نافعنا يعني مو كلش يعني بس ما شاء الله وعنده لياقة يعني تشوف واحد شوية آآ نوع من الوزن تتكلم فوق الثمانين كيلو لكن في اللياقة ما شاء الله محمد رفيع لذا كان حكم نهايات والوحيد اللي كان لبس أبيض كل يوم الحكام اللي بسون أسود ما في غير الأسود هو الوحيد اللي أبيض أبيض الوحيد عنده صورة ليه هو أبيض الوحيد في الاتحاد كان ولا كان الاتحاد يرفض له ما در ليش وجميل الله يلحمه جميل الجشي يقول خلوه المهم علي الباج ما على اتحاد الكرة وليه المواقف واجه جميل ما تنذكر ويعني في أما في الصولات والجولات لازم بجعبوا شوي على المواقف المحرجة والنكة اللي صارت لنا بس كنت أنظر إلى اليد والله سنة اللي تركت اليد 77 سنة اللي تركت القدم وأنا في اليد من اللجنة والله المبلغ اللي حصل في اليد أشرب المئة من القدم الدكرة واحد يقول لي يقول لي أنا فريد مجانين أحد هالقد هالقد كنت نحن تراحنا هواية مفلوس لا الحين أنا في التعليق أقول لهم ليش تبعوني بالتعليق تلفزيون ما أعدر والله باتصر بالمدير الجديد كيف أشرح قصتي بعد هوني من اليد تعليق ما أدري ليش مع أن كل تعلق في 84 مجان ومستعد والله بدون فلوس للحين أعلق على المباراة اليد ولا أدري شلو نوصل لهذا خلى بس طلعت لأفونة جديدة الحين غيره والكادر لازم إن شاء الله بيفهم الجد نظري والحمد لله معلق المبلف خبرة وأنا دولي في اليد حصلت الشهارة الدولية الحمد لله 77 أنا وجلي أسد من بغداد لم تعتمد لأن عمر ما كان 28 سنة حصلناها في الكويت 81 كل 4 سنوات دراسة حصلناها أنا وفريد وجلي الأسد وبالإضافة لمحمد جعفر عبد النبي محمد جعفر عبد النبي حصلها في نيودل فأول حكمين معتمدين في الاتحاد عندنا شهارة دولية بس موعترف بها إن عمر ما كان 28 سنة أنا وعبد الجلي الأسد أول حكمين دوليا وبعدين أول حكمين أول ثلاث حكام دوليين أنا وجلي الأسد وفريد حسن ما حسابقنا بس تجول البقايا الله يحفظهم والميتين رحمة الله عليهم كثير مو فخر يعني مو بكيفي الظروف سمحت لي إن أصير لذلك شفت نفسي في اليد القدم روعة القدم حفلات ما في سفرات بس كل يوم فندقوا كل يوم والسلة السلة أيامنا في السبعينات أنا كنت أحضر محاضرات بس فقط أروح على الطاولة يعني الظهر في الوزارة العصر في الاتحاد يا خدم يا سلة الليل صارت الجفير الأولية قبل أن لا الحين صالتين سووهم ويا ويا المدرسين الرياضة عبدالخالق وعنده صورة المصور جعفر علي ومصورين وقاعدين يضبط الفوكس ودا تبقى الصورة عندي وملونة أنا مستانس قلت لهم بس على الطاولة أجزة والله فؤاد المرزوق الله يحفظه استاذ علي أنت مدرس رياضة أنت مدرس رياضة هو قبل طبعا مسنة فؤاد طبعا مدرس رياضة بس فؤاد المرزوق هادئ هادئ بس في وقت الجد يطلع أسد غير هذا فؤاد في وقت الجد في التحكيم ولما واحد عصب عليه ينقلب 180 درجة مو فؤاد اللي تشوفه بس رجل يعني يوصل المعلومة الرياضية عدل نفعنا الأكاديمية الأمريكية تسعة شهور عند صورة أنا والله يرحمه أحمد الدرازي واستاذ أحمد دولامة واستاذ أحمد الصباغ مدرسي الرياضة بالإضافة العبدالخالق واستاذ عاشور وشيخ الجيب كانت لإياننا وغيرها وغيرها وغيرهم وغيرهم كثير تسعة شهور العصر بس الروح الصالة الرياضية أو استاذ البحرين الوطني استاذ خليفة الحين زين بس تابع الأكاديمية الأمريكية وكل الدراسة بالإنجلينزي وحصنا فائدة كثيرة هذا الكلام ثمانية وسبعين تسعة وسبعين بس أنا ثبت روحي في اليد لأنه شفت روح أنا في اليد في اليد فعلا ثبت ما في حكام واجد يد لدرجة أن نسلم الاسنين بس خمس لنا حكام اليد أنا كل ترك اليد ما يبون يد صارت ظروف مدن شلون أيام اللجنة مو الاتحاد قبل لاسر الاتحاد أنا جلي أسد فريد حسن عباس العالي والخامس بين فلان وبين علان بس أربعتنا محمد جعفر عبد النبي الخامس محمد ويمكن يجي أنا واحد سادس أحيانا سلمان لكليت وغيره بس خمستنا ما أنساهم اللي قلتهم محمد جعفر عبد النبي بالإضافة لأنا وفريد وجليل أسد ويمكن بعث أستاذ حبيب محمد إن بلا أستاذ كريم الزناتر كان يلعب كرة سلة في نهوضات الحد ويلعب يد في النسور تتناقض في الليل سلة في نادي ولاعب يد في النسور هذا التناقض يوم زمان من حقك اللاعب أنا كنت أحكم وألعب أنا حكمت نهائي لفريقي اللي ألعبيا الجزائر نهاي سبعة وسبعين اللي يرموك والجزائر اللي يرموك قبل لا كان ناشئين صار اللي يرموك قبل لا يتحد مع الولعة ومع العربي بسم مع العربي بسم الفريق الوحدة حكمت نهاي لفريقي نهاي الكاس على الصرف وحبيب محمد موثق وموجود الصور عندي بس ما ما حد عرف إن هذا فريق يلعب ليه ولا حق قال الصرف يلعب أمس يلعب أمس ويا الجزائر الجزائر نغلب نغلب مو لنا الحكام لأن اللي يرموك أفضل ونغلب فرق تتكلم عن ستة سبعة قوال مو قول قولين فأداء أيام زمان كل شي غير كل شي زين أخذت الشارة الدولية لكويت من الشارة الدولية طبعا قبل الشارة الدولية كنت أروح أنا في دورات أحكم قبل الشارة الدولية ثمانين محكم نهاي كاس الإمارات أنا محمد جعفر عد النبي العربي والعين لا العين العين وال ما أنسى والشباب أعتقد لا الحين سموهم الشباب دبي يعني الدمجة والعندية وكنا نروح في الدورات سبعة وسبعين كنت في القاهرة سبعة وسبعين كنت في المغرب ستة وسبعين كنت دورة كاملة على حساب الاتحاد العربي بس سكن وضيافة وشهر كامل الحين ما مش هلت سوالف الحين سأقول لك ندوي يومين في سوريا شهر كامل والحق كامل اللي رسولنا من ألمانيا الشرقية قبل الاتحاد اللي هلتكلم عن يوليا ستة وسبعين سبعة وسبعين يوليا في بغداد حق الشهر الدولية وعطونيها بس غير معتمد لأن عمرنا أنا وجل الأسد ما طفل حين موالي ثلاثة وخمسين أنا وجل الأسد فثلاثة وخمسين إلى الف وتسعمائة وسبعة وسبعين ما طفل ثمانة وعشرين سنة أول أيام زمان غير ما قبلونا بعدين لا خدناها في الكويت شفت نفس في اليد ومن اليد انطلقت العالمية مرتين كأس العالم موش سهل ما أقول لك الحين ربعنا ما حكمون حكمون بس أيام زمان ومرتين كأس العالم نهاية آسيا أنا وفريد حسن الصين وكوريا ملعب كوريا مثل ما نقول الحين الصالة الرياضية لما كان أيام زمان الأهلي والوحدة قطل براء توقف والمباراة من قول وباشر والمباراة بتذاكر قطل براء توقف لما كانت تحكم أنا وفريد والحمد لله الحمد لله الريكورد ما نه الرقب ما للنهائيات للحين أنا وفريد ما تحطم تتكلم عن 13 نهائي كاس 14 نهائي دوري هذه الحين لأننا كانوا بعجوب من حكام أجانب والله حكامنا فيهم الخير والبركة الموجودين كلهم أثم منهم ويستحقون ويمكن كانوا أفضل مننا لما كانوا نحكهم وقتنا غير والحين الوقت غير الحين التكنولوجيا أكثر الله يحفظهم من الحكام ما بجيب اسمائهم يمكن أحسن مننا لما كانوا نحكهم لأننا عندهم تكنولوجيا وغيرتنا ما عدنا ما عدنا أموما الحمد لله ريكورد ما لأنا وفريد ضخم ما ما تحطم بس الأقرب لأنك الله يرحمه أي شيء سويد والله يحفظها رضي حبيب أقرب لأننا في عدد المباريات وكنا لأننا نختلف نختلف في الملعب لكن برّ الملعب سهرات أشياء الجميع مع الحكام ولا يشياء النصار المهم شنو؟ التحكيم كان التحكيم اللجنة عيام زمان أقوى بكثير مما هي عليه الآن أعضاء الإدارة كنت عضو مزدارة من 77 إلى 91 أثمرت فيه الكثير الكثير حضرت الكثير من الاجتماعات الدولية والقارية يعني هذه الدول الأوروبية معظمها كان والله ولا أشوفها لوما تتكلم عن كوبنهاجن كاس العالم تتكلم عن تركيا كاس العالم تتكلم عن هولندا ندوات فرنسا أكثر من ندوة أنا وين حصل هذا لين؟ بلجيكا منطقة ليغ ما نساها ليغ فيه ملعب يلعب فيه فيه لا فريق يلعب فيه أوروبا ليغ سبورت معروف زين؟ أنا هذي لما أكون أشوفها فرنسا ستراسبورغ ألمانيا سويسرا كلها عندهم صور إياهم والله يرحمها محمد علي أبل أبو ماهر كان كل وقت الاتحاد ترك الأندة ما شاء الله ألمانيوم أبل هول زجاج أبل هول مطعم فندق صحاري مشهور في المنامة في سيارات الفيات وعنده وعنده مع ذلك كأنه متولع باليد ورئيس الاتحاد ومن ثم ميصر عامل الاتحاد أيام شيخد عيج شيخد عيج أثرة كرة اليد شيخد عيج محنك بكل معنى الكلمة شيخد عيج لم ينظر إلى إنه يجي رئيس الاتحاد سفراء لا بدا بدا بس نفعنا أروح له والله بيته مو الأولي أول ما رحنا له بعد ما سوى البيت اللي عنده الله يحفظه العامر في في صدد الأولي اللي في الرفاع أروح له في صدد أقول ما هذا قلت ليه واحد من الحكام عنده الغضروف يحتاج العملية ما تصير له في الكويت قال والله يا علي فتكرت جاي تطلب شيء إليك قلت لي الأولي أنا في مجلس الإدارة هذا إذا أقول مجلس الإدارة بيقولوا نكلف وكلف فأنا بينه وبينك قال تم وسافر الشخص وراح لكويت وسووا عملية ونجحت كان سويها محمد سالم الله يرحمه بعدين محمد سالم جل بحرين محمد سالم كان رديف كان ملاصق لمنتخب الكويت سوى عملية لك في الكويت وعطى التمارين وعطى المضاد وعطى الكبسول والله رجع كأنه أول بل أكثر وحكم دولي ما أجيب اسمه زين لكن لما كان عظم يزارة كان الشيخ يدعيج ينصف لما نبقى تكلمت عن المنتخب ولاعبين للمنتخب وهذا ما يستحقق يكون في المنتخب لأن هذا لما عطيتونا علاج في الهن كان يلعب ما كان حق علاج كان يعني وما أخذنا سياحة جتنا التقارير نعرفها واحد من مدير الفريق القدم عفوان اليد عضو مزدارة قلت وشخصك انت الحكام وقف لي رأسا شيخ دعيج قال لي أبدا اللي يقول الأستاذ مثلة مثلك عضو مزدارة وآخر مرة يعني يعني حمق شيخ دعيج قال ما في عندني فرقنا كل واحد في مجالة لكن لما نتكلم عن المنتخبات عن الاختيارات الكل يدخل لذلك أعطاني الحرية موقف عندي قلنا نقول موقف طريفة خلاص ما الليل مني الله يرحمه أحمد عشور المخرج توفع الله يرحمه الصاد مرض كان يعطيني تعليق ما في اللي علي علق مباراة تاني ورا بعض ما يصير قال ما عندي غيرك وتعب أنا مشكلتي لما أجود المكرافون أنسى روحي أشبر وأعبر ما خلاص أندمج ما درج ليش منعوني الله بوصل رسالتي إلى المسؤول الجديد مرة من المرات أنا جاي مراقب الأهلي والوحدة مو النجمة الوحدة تتكلم عن 86 87 80 أنا مراقب الحكمين الله يرحمه معي السويد وورده حبيب الطاولة فلان وفلان أنا جاي بالباس الرياضة طبعا وعندي المراقبة وشبر وعبر وجماهير ومدروة مباراة منقولة مباشر قبل النقل ساعتين الملعب جابوا كراسة إضافية ورا المرمى الأهلي ورا مرمى الوحدة ما يفيد تذكر نصلي نار ما نقوله مباشر فتحوا الأبواب ما يفيد ما تشيل ما تشيل فتحوا الأبواب لنا يصير زلق يعني نفع أنفاسهم يزلق اللاعبين فتحوا الأبواب المراقب هني ليه هيبة الحكم أنا شفت روحي لما نزلت دي والحكام حشتون بالهيبة لكن درسنا في علم النفس وفي الندوات لا تنسى أنه أنت لازم تكون قاضي حكم قاضي انسى انسى أنه مو لشخصك تطالك لصافرتك وده بتزعل على اللاعب ازعل على سلوبه مو على شخص اللاعب يعني تعلمنا مو بس في العلم النفس في المدنوات عموما اللي جاء نحمل عاشور الله يرحمه علي انقدني قد كفوية قال لازم تعلق ما عندي ما في معلقين كريم الزناتي اليوم ما جاء ما مش تلف ونقال ما مش عبدالجليل الأساد يعلق إياه ما محصلين ما تمدين عليها من الجول للملعب ما جاء توقعها ما دل شنو صار واحد منهم ضرف وكان معلق وما جاء الضرف والغاية بحي الجتوية وما مش اللي انته مبارا مباشر قلت له والله ما اقدر اصلا اصلا صير في محق يعني اذا مو منسبب في حقه فهذا عيب يعني وش بقولون رحلة تعليق شنو التعليق انا عندي هادي الاهم قلت له والله جميلك على الرأس وما نساك يعطي لي الماريتين ما حد علق مباريتين يد او غيره الله يرحمه انا مو افتخر بس انا ما مش البديل يمكن الغريبة انه قال اللي جابهم اعلمهم تعليق الله يحفظهم بعض منهم ترك اموما قال والعمل قلت له والله ما اقدر بقس قال لي بس جيت فكرة قلت له واش قال بخلي المصور ما اجي الكاميرا على الطاولة ابدا انت ما تطلع في الطاولة قلت له والله طلعت ما طلعت هذا قال لا بكرة اربع انت في التلفزيون تعلق على المباراة اوه هذا اسهل شي عندي وقال لي قلت له لا تقول بتقول ان المباراة انا 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 ما ادل عنها انا ما ادل كم نتيجتها انا كأن قد دائمي مباشر بس ما حصل لك بتعلقون هالو ظروف عدتون هاليوم قال بالضبط وما بوصي قلت له لا توصي حريص هالموقف صادني مرتين في التلفزيون البحرين موجودة في ارشيف التلفزيون بس ما يبين انه ما تشوفوا على الطاولة منهم الهادلين الثلاثة مسجل وميقاتي ومراقب واحد كنا بس المراقبين اثنين بس ثلاثة الكاميرا اتفق ويا المخرج المستحيل الجه الصوب توصل الى نبيل طه المدرب اللاعب توصل الى بدر ميرزا اذا يطلع مثلا من اللاعب توصل الى السيف من عمارة مدرب سعيد من عمارة مدرب الاهلي توصل الى مدرب الاهلي التوليسي الثاني لكن بس ما تشو طاولة السيف ما يصير يعني ما تصير هادي من المواقف الضريفة هاي في البحرين اما برا البحرين وفي البحرين في القدام حدثوا الاحرج فالطائر الله صادنا لما كنا في الوزارة برا خلنا يجيب برا البحرين برا البحرين يوم الايام الحكمنا العربي القطري والعين الاماراتي في البطولة الثانية لأبطال التوليسي مجلس التعاون لكرة اليد والجيش العراقي مشارك في ذلك البطولة اول بطولة ما شارك انا شارك في الاولة والثانية حكم والثالثة حكم الرابعة اول مرة اخذ الوحدة عضو جهة تنظيمية الخامسة في البحرين وما بكمل السلسلة في الثانية في الدوحة انا وجليل حكمنا العربي انغلب سووا فينا مقلب القطارة القطاريين معرفة ويانا كلوس الاماراتيين ويانا شدي سووا واتفقوا على مقلب انا وجليل اسد ما ندل عنه ويتصل لنا واحد في الغرفة اقبل عشاء اقبل الصلاة اقبل عشاء اقبل ملعب واحنا ما كنا يعني عادي انغلب العربي ينغلب يفوز العين يفوز يعني ما عد ما علينا مبارسة يعني ما اقولك سهلة بس انت هتفر خمسة مو قول ولا قولين العين غالب عادي العين بطل الدورة السابقة اول بطولة اخذ العين نرجع تالي الموقف اللي في العين بس احنا بدانا بالدوحة ولا اتصل واحد بجليل ما يعرف اللي جليل ما يعرف يعني الضهر مسلطين الفوكس لنا جليل مسوه فيهم مقلب نذكره عقو شوي انت جليل اسك قال له نعم انت حكمت اليوم قال نعم والله جيب ليه قاموس الشتائن اللي ما توقعها هاد عاطينا هاد متفرج هاد عاطينا شوي لكن مثل الدور عدل هاد عاطينا ناحية مادية معنوية دفع معين او احمد الفردان اللي هو ما للشارق ما الامارات كان داك الوقت هو المسؤول عن اللجنة التنظيمية قبل لا عقبة جعبي السالم الشامسي هو كان مدير البطولة يعني مدير اللجنة مو اللجنة المنظمة لا اللجنة التنظيمية لازم فيها رئيس وسلطوا علينا هاد القطر ما نعرفه ولا شفناه ابدا وابدا قوام الشتان والله انحولت لك هدا قال لي احنا الضيف قال نعلت الله عليك وعلى ضيوفك لا انا صدكت يا ان هاد المزيدي يسمع التلفون شاله قال لي يا اخي عيب ضيوف عندك البحرانين قال لي واتمن قال لي الدول قار عضل اللجنة التنظيمية قال له سبع اللعنات انت بعد وحط't علي هذا المزيدي حدي المزيدي ما يدري وانا Adult جليل ما يدري بس البقاية اللي في اللوبي جعفر عبدالنبي عبدالأحمد السيار محاضرين قاعدين و يدتинеهم و يعرفون شى صير عندنا fiance عقب نص ساعة اه فترة طويلة سكت تلك Pascal رحنا اتعش شى بس على وجه وقال جيد اه حاكم قال لي اتقول حكام انت حكم. اللي هيك ما عرفه ما انت انت. انت خليني الفوكس كله لا الهم بقول ليش. والله بسكين ديك الليلة جي ليه تعشى. يتراولي ما تعشى. لان اكل سم. انا اكلت لكن بعد على مضض. وركبنا فوق. اقبوا شوية. ونفس التيلفون. وابدا. قلنا ما بنشيل التيلفون. والله ما مش. وطيح التيلفون ولا نشيله. وصح. شوية اللي تققى والباب. تققى لانا جاي ليكم. جاي ليكم. شن التيلفون كفر ما يطق. اللي يقول انا والله راقب ليكم. اوه. تسلم امامي سيكيورتي ايه. رجال جاي. والله خفنا. مو داك الخوف يعني اللي بس جليل يعني. اللي ما بيجي اللي جليل. انا ما يباني. قال انت روح. انت شنو. مو دف. انقلع. انت معه انت مرسوا بيتباعد. انا منستانس لكن خايف على رفيقي. والله تققوا الباب. احنا تقول جليل. اه يعني نوع يدتنا فضت تقول. قلت لها قاعدة قاعدة. انا بطلت الباب وتباعد. قبل لو بطلت الباب ولا رفست الباب. طاع. عبد الرحمن سيار. وصير الضح. وجعفر عبد النبي من كفر ما ضحك دمعت عيونه على الموقف اللي صادنا. جليل اسد من الفرحة. عرف ان هذا مقلب. وعرف ان الاعمانية. هم اللي اوحوا بالمقلب. مو الاماراتين والقطريين. يحام العمانية. ليش? ان صالح. العماني قبلها بليلتين. التصليج جليل اسد في الليل. قال لي. السيكيورتي ما الفندق الشيراتون. قطر. يكلم رئيس الوفد العماني. قال لي معاك. قال لي بسرعة. حريق. في الطوابق. انزل. لا تنزل بال. بالعصنصير. لا تنزل بالمصعد. انزل بسرعة. واخد الثمين اللي عندك. عن طريق الدرج. انزلين هذا في الطابق كم? 12 زائد واحد. ما يحطون 13. 12. 12 زائد واحد. 14. قالوا هذا الرقم شعم. المهم نزل. مسكين ماشي. عنده شنطة سمسونايت. وزار. ومال النوم. فانيلة لحني بيضة. وزارة بس بس هلا عنده. وعنده شنطتين. مو شنطة سمسونايت. واحدة تظهر الجوازات مال منتخب مال فريق امان. مو السيب فريق امان. امان. ولا الاهلي. فريق امان العماني. والدار الشنطة الثانية. الفلوس. شنطتين. ومسكين توقع. رجال. صالح عوض. ما اسس مين. زين. اميل البرواني موجود. بس اميل البرواني ذاك الوقت. اه في الصاف اللوبي. يعني بعد ما ركفهم. جليل اسألوا له تصلي. يوم حول. 13 طابق. الله. 13 طابق. والحريقة. وبس يركض مسكين. يمكن له طاح مرتين او ثلاث على الدرج. ياه. واش تويت يا جليل. جاء. ولا كله مضحكون. ها ها ها. مال البحرين. باعطيك احسن جايزة. سويت ليه مقلب. والله اسوى اليك. والله ما نساها. والله ما نساها. والله ما نساها لجليل. وسوى المقلب الثاني في جلي اسد. ومقالب واجد. الله في القاهرة شنو مقالب. والله قالولي في رمضان سبعة وسبعين. سبعة وسبعين مرتين رحت للقاهرة في نفس السنة. رحت يناير. ويا السلمانية. موجود السلمانية على الشرط. على قميص اللعب. لما جوا. اقوم سبعة وسبعين صار القادسية. صح. صح. ان عند الصور. ما سبعة وسبعين. احلى سفرة كانت ايام. الله محمد المعتوب. فتحي. علي جاسم. الله. يوسف دسمال. لداردين. آآ اللاعبين كلهم بدون ما بجيب اساميهم. من محمد المرزوق لسلطان المرزوق. لا. الى 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 الى. قاسم العلوي. ومقالب قاسم العلوي. وفي 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 سور في في الاسكندرية. ومقالب لصادتنا. لازم اجيب هسا المقلب. الا في القاهرة. نزلنا القاهرة يا نعير. وسكننا في العجوزة. مدرب مصري. ويبقى يختصر. ويبقى يوفر فلوس. اه. يخلينا في القاهرة نعب مباريات. ويخلينا في اسكندرية نعب مباريات. قبل البطول العربية الاولى. لابطال الدور العرب. اللي اخدها نادي الترجي. واسموها طلعت ثاني. في موقف الى جليل اسد في ملعب اسموها. لما كان مسجل ميقاتي. ذكرنا بعقب شوي. ممكن ننسى. بس المقلب الاول الكبير. او الموقف الصعب. في القاهرة. سكننا يومين. يوم ثالث من الصبح للجرائد. رفع سعر البوتقاز قرش. رفع سعر الرغيف قرش. اوه. قرش يعني. بالنسبة لنا. لكن لا يبقى. هادي وراه قرش. بياخد عشرة خبز عشرة قروش. نزيون في الليل عشرة قروش. وثاني يوم. والبوتقاز. لا. ولعت القاهرة. طبعا يا مستادات. اتكلم عن يناير سبعة وسبعين. ولعت. احنا لطحة ما ندري. انا و محمد المعتوق. رايحين ويني. كان مقرر داك لو ملعب الهلي في زوالك. تأجلت المبارا. بس ما ندري. نتأجلت لبعدين. رايحين البرج. نركف فوق ونصور. ببتالة الهرامات قلنا بنروح. اتار وصلنا البرج وريعنا زين رجعنا. تكسب القوة. اول ما رحنا بعده ما ولعت. ااااا. محمد المعتوق قدام في صف السايق. انا ورا. لمحمد المعتوق. الله يرحمه. الله يتكرر الخير ويرحمه حيه ميت طبعا. ويحفظه. يقول للسايق. النهاردة هتلعب الاهلي مع الزمال. قال اه. قال انت بتشجع مين. محمد المعتوق. يقول له بتشجع مين للسايق. بغينا السلامة على عمرنا. ضربوا بريك. فتح على قولتهم التابلو. طل اعلامة ثاني حمران. وفلت واحد على المعتوق. وانا ورا فلت عليه واحد في حضني. هو في حدي ما بشجعش اهله. قلنا لا لا ما ما شجعه. لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. قال له قلنا زمالك ضربنا. هذا مو موقف الضريف. الضريف انه ولعت على الوضحة. رجعتنا من البرج. اللي ركبنا البرج ما يبقى حتى ذاك اليوم بيزات. مو الاهتم. وكل يقول الله يلحمك يا الريس. والله ما كنا نعرف بسمراته. يقصد انه عبد الناصر. ما يعرفوا شونه سمرته. مش جيجي ولا ميجي ولا ما يعرفوا شونه يقصد جيجي. هل هي زوجت السادات الثانية ما الله اعلم. ايه جيهان. جيجي صح. جيهان السادات الثانية لان الاولية من الارياف. انه من الارياف هو اه الله يرحمه انور السادات. ولعت القاهرة. بالقوة وصلنا الفندق انا وياه. لان كل مكان مظاهرات. وضارب. وهذا مال المركزي ما يعرفون احد. مكتب عليهم مال الامن المركزي. ابدا. ما اي تجمع بس. فارقه بدون ما تسأل. والمظاهرات بعد ما يشوفوا واحمل المركز يصيدونه. بعد يرفعون على راسهم ويجردونه من الكبوس وخلوهم عليهم بالنباس وياخدون درع ماله. اهو شونبه. ولا يجيبون لين هادالين اللي فيهم هالطيور هادالسجوم. تسمح بس. وابدا المعتوق جلي اسد تخصص شير بالاضافة لبهزاد. اللاعب. حسن حسن بهزاد. لاعب. لاعب. جسم وعلى الدائرة. وعيسى. عيسى عبدالله. بل عيسى. بالاضافة الى الحراس اللي عندهم. ولاده. اه المقلى. حسن. بعدين اخوه جاء. ايسى بس حسن. لاعب دائرة مو حارس. الحارس اخوه. ايسى. زين. وقاسم الحارس. ابدا نكلهم الكل ساهم بس. سجين صغيرة طلع السجم حطة. مطهر. ونضلك ثلاثة ايام. الغداء والعشاء والريو. بين الفول والطعمية. طعمية وفول. ليلة من الليالي في اعز الاحداث. واحنا محاصرين في الفندق معاني ديار نطلع. اقوه بليلتين ثلاث. جليل قال ما. متلين. قال لي. خي اسمه. ابراهيم خليل مدرب مصري. مدرب بس القادسية السنة. سبعة وسبعين بس. خد معهم بطولة الدوري. الكاس اخد اللي يرموك. ما انسى. انا حكم الكاس. الدورة حكمها جعفر عبدالنبي. و حبيب محمد حبيب. حبيب محمد حبيب حكمه اياه في نفس السنة النهاية الكاس. اول ايام زمان من حكم نهاي ما فيه. مو شرط حكم مرتين الصرافي. مو شرط اه الله يرحم اي سويد حكم مرتين. كان بيننا الحب. كان بيننا الود. ما في ما فيه. اتمنى ان شاء الله حكمنا يصيرون شديد. اموما. قالوا ونطلعون هذا المدرب ابراهيم خليل ابو خليل. ابراهيم خليل شنو ما عارفه بس اسمه القادسية عارفونا. ومن البحرين. زين? قال ليلى رو اديكم الشوارع الخلفية اكلكم كبدة اكلكم كباب. كباب مصري مشهور والكبدة معروفة. والله لو ندري ما طلعنا. وصلنا الراع على الكبدة والكباب. لكن انا كان نصب مسايل الدموع. في الليل. والله واحدة في الليل. طا. طا. يعني في دولة ثانية صبح ومغرب بس. وده مسايل الدموع واحدة ويتباعدن. واحدة وفنتين بس تكفينا احنا مسايل الدموع. هذا لان لا. هذا مسايل الدموع ياخدة وجودة بااا بقماش ويدفلت عليهم. عفلي عليهم. احنا موقفوا. المهم طلع علينا ديك الليلة اغلان بيعسوا. نص مسايل الدموع ونص اللي كح. واللي عنده نضيقه ضل. والوفد كله راعين. ونمشي. كأن بوايدة حرامية بس من داخل. واحنا كنا بأحرانيين. بستثناء القائد مصري. ما عندنا البس هو المدرب. وما في مساعة مدرب له. بس مدرب واحد. ولا في اخصة علاج طبيعي. ولا في في مدير فريق يوسف دسمال في مدير الوفد علي السلمان. اتذكره. عند مواقفي علي السلمان. وفي الوزن. ولما وزنه. وقدم جنيهات. قلت لي لا يبقى هتوفد. اعطهم ابويه. مية جنيه بنوصل. تعطيهم ابويه عشرة جنيه بننقع لنا ساعة في المطار. هاد من المواقف اللي اللي تشديه سريعة. الكبات اللي اتعاملت اليهم في كرة اليد نترك القدم. القدم عندي كثير بس انا عن اليد انا دولي في اليد. انا سبعة وسبعين دولي في اليد. كثير اخلاق. محمد المرزوق. الله دهب. بدرس رياضة. اللاعبين كلهم. الحكام. نبيل طه. نبيل طه. اتذكر سنوين لسنين. انا حكم نهاي. وهو نبيل طه المدرب. ما عقب ما ترك درب. نبيل طه درب منتخب البحرين. سنة تسعين. وبعد سنة تسعين. اه تشجيع من لاعبينه. ومن الولف كينج لواك الالماني. نبيل داهية. نبيل عقلية رياضية. اخصائية نفسية. نبيل كان طالع في التسعينات وقبلها فوائد اكل الفراولة. يتعب يتعب. نبيل. نبيل كان مدرب. وانا ويا فريض حكام نهاي. صار اطلقته صار هيج الجمهور. قوم الاداري ما بيجي بسمه. معروف مشهور. وجي لي نبيل والله ما انسى الموقف والله العظيم. وانا وفريض وقفين المعب. جايين بنا شنو. طبعا بنعطيه العرقوبة اللي استحقها. والله جوا ده نبيل كدي. صدى. وده السافة الفنس. ما في فنس بيننا. ملعب الصالة ولياضية. ما في الكنسة لها سوى صالتين. ما بيضة صالة كفير. قال لي يا ابو فلان مادري يا فلان. لا تخرب عليه المباراة. انت اذا انت صار ويجي اللعب يشي بنسوون. هادا اللي بيضطاها. وهو موقف ما انسى. انا طبعا شكرت الله لهذا موقف ما انسى. بس هاي الكارت الاصفر لازم لهذا. عشان يعني يعني ليوم بارا وديها بمشيها. بدر. بدر ميرزة. اسم على مسمى. لا عبي البحرين. الله. محمود. واخوانه. رائد. يه 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 يه. ياسر. هادا اللي نتخليهم على الجرح. هادا هتلاقي هم كل سبوع. كل سبوع اقل شي ثلاث مرات ولازم لها تجوى عبيت عيسى بالراشد. وغيرهم كثير. وغيرهم كثير. عموما. لو طوت اياكم. لكن اشقي للرياضة. حبي اليها. علي الصيرفي. دولي. متقاعد. اوضل جهة الحكام الحالية. وان شاء الله اقدر اساعد حكامي. مو بالقانون اللي موجود قدامهم. لا. بتجاربي في المباريات. الله اياكم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. ترجمة نانسي قنقر